هاي زي اكوا عاملين النهاردة زي ما وعدتكوا قبل كده ان هيبقى عندي افكار تانية للموب كيك فجايبالكم النهاردة كذا فكرة كده سريع يلا بينا مع بعض نبتدي الطريقة ولو لسه مشتركتوش معنا في القناة متنسوش تعملونا سبسكرايب او اشتراك وتعملو لايك وما تنسوش تسيبو كومنت وتقولو رأيكم في الوصفات ويا رب تجربوها وتعجبكم ويلا بينا مع بعض نبتدي نبتدي مع بعض الطريقة بتاعتنا انا عندي اربع مجات عشان هعمل اربع انواع هنسيح معلقة زبدة في كل مج بعد كده هنبتدي نحط المقادير الجافة اول مجة هيكون تشاكلة كيك مج فهنحط معلقتين كبار دقيق كاكاو خام وباقي المجات هنحط تلات معلق كبار دقيق هنقلب الكاكاو كويس مع السمنة عشان يدوب وبعد كده ممكن ننزل عليه باللبن عشان ندوبه كويس قبل ما نكمل باقي المقادير الجافة اللي هي السكر والدقيق هنعمل الكيكات التانية هتكون تشوكلة شيب كوكي يعني كيك لايق زي الكوكي الا تشوكلة شيب كوكي ووحدة التانية هتبقى معها الزينة بتاعت كيكة عيدي الميلاد او ام ام ومعنا الواحدة سادة فانيلية سادة فبنحط معلقتين اللبن في كل مج منهم وبنحط معلقة سكر واحدة في اللي هيبقوا الكيك العادية اللي هي مشة شوكلة وثلاث معالق دقيق ورشة فانيلية وربع معلقة صغيرة بيكينج باودر وبنخلطهم كويس جدا مع بعض بالنسبة لكيكة الشوكلة هنحط اللبن الاول بعد ما نحط الكاكاو والزبدة ونقلبهم كويس جدا واللبن لازم يكون سخن شوية يعني ماينفعش يكون سائع عشان ندوب الحاجات كويس وبالزبدة الكاكاو يدوب كويس جدا وبعد ما ندوب الكاكاو مع اللبن ننزل بقى معلقتين سكر كبار ومعلقتين دقيق كبار ونقلبهم برضو كويس جدا ومننساش برضو رشة البيكينج ربع معلقة صغيرة بيكينج باودر تكون مع الدقيق ونحط رشة فانيلية في المكونات في الأربع مجات برضو ونقلبهم كويس جدا وفي الآخر بنحط الإضافات اللي احنا عايزين نزودها على الكيكس اللي بالنسبة لليلو هما كلهم زي بعض الفرق الوحيد ان احنا كل مج هنحط فيه الإضافة اللي احنا عايزينها يعني بنحط فيه قطع والكيك التاني حطيت امن ام معاه الثالث هيبقى سادة وفي الآخر بنزينه بالزينة بتاعت الكيك العيد الميلاد وبيتحط في المايكرويف دقيقة واحدة بيكون جاهز بيكون طعمه الطعفة بجد اللي هو تحلية سريعة نفسنا في كيك فمش عايزين هنعمل لسه نستنى وقت كتير فدي ده حل اسرع اه انا بعملها كل يوم تقريبا يعني من كتر حلوتها وسهولتها وان هي بتاخدش معايا وقت وبنجز في الموقف كله يعني على طول طبعا بقى اه نقدر نحط مع الشوكلت نحط نوتولا انا بحبها بها كده طعمها روعة اه التانيين زينهم بنفس الزينة من من الحاجات اللي عندنا لو حابين لو مش حابين هنسيبهم سادة كده او نحط عليهم نوتيلة برضو نقدر نحط اه زي ما احنا عايزين اه اه زبدة فول سداني او زي ما انتو عايزين او تصربوها سادة او تحطوا نوتيلة برضو اه الحاجات النهائية دي اه على حسب الزوء ومت على حسب ما تحبوه اه الشوكلتشيب اه ماد كيك اوريدي الشوكلتة بتكون صايحة فيها من جوه فليها طعم تاني خطير يعني الفانيلة سادة اه حلوة خالص لوحدها لو انتو مش بتحبوا اضافات اه لو بتحبوا اضافات حطوا عليها نوتيلة من فوق فانتو كده عملتوا ميكس ما بين الفانيلة كيك ونوتيلة شوكلت كيك يعني فطعم بجد بطريقة سهلة بنقدر نلعب في الكيكس وبنطلع بحركات حلوة ونجحة كده وسريعة جدا ان انت بتدخليها يعني بتعمليها في دقيقة بتدخليها المايكرويف في دقيقة بتكون جاهزة معكي وبتستمتعوا بأحلى كيك في أسرع وقت وبالهنة والشفا يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الطرق سهلة وبسيطة وسريعة وتجربوها وتقولولي رأيكم في كومنت في الكومنتات اه ما تنسوش تتابعونا في الفيديوهاتنا الجاية جايبلكو حاجات تانية أحلى كتير وفي وصفات تانية كمان لما كيك استنوني في حاجات تانية قريب كمان يا رب تكونوا بخير ودايما تتابعونا باي باي ترجمة نانسي قنقر